عم بتوجه لكم اليوم مش بس كنايب ومسؤول إنما بالدرجة الأولى كمواطن وكإنسان عند أم وإخت وزوجة وأربع أولاد وأهل ورفاق وأحبة وبخاف على عائلتي الصغيرة وعلى عائلتي الكبيرة بزرارة الزاوية وبالشمال وكل لبنان نحن اليوم بمواجهة فيروس كورونا يلي تحول لوباء عالمي عم بيهدد كل الدول من الصين وأستراليا لأمريكا وكندا عم بيهدد الدول العظمة فكيف بالتالي لبنان يلي هو بلد صغير بكسافة سكانية عالية وإمكانات كتير محدودة بظل إفلاس الدولة ومشاكل استيراد الدول والمعدات الطبية ومستويات فقر تخطط الأربعين بالمئة مع ناسحين سوريين منتشغين فيه ومخيمات لاجئين فلسطينيين أكيد كل هالشي عم بيصعب كتير المواجهة كلنا صرنا بنعرف أن خطورة الوباء الأساسية هي بسهولة انتقاله وسرعة انتشاره وإذا ما تصرفنا كلنا بمسؤولية كبيرة للحد من انتشاره حيصير في عدد هائل من بيناتنا مصاب بوقت كتير قصير والوقت القصير بيعني عدم قدرة مستشفياتنا وتجهيزاتنا لاستيعاب ومعالجة كل الحالات وهي دا بيهدد حياة كتير ناس ممكن نخسرها بس لأنه ما إلى محلات بالمستشفيات كلنا معارضين ننصاب وهي دا مش عاد بس مسؤوليتنا كلنا ناخد كل الاحتياطات تم ترتفع عدد الإصابات بوقت سريع كتير لأنه كل يوم من آخر انتشار الكورونا منكون عم ننقذ كتير أرواح يمكن يكونوا من أهلنا وأحبائنا المسؤولية الأولى طبعا على الدولة والحكومة أخدت أخيرا إجراءات تأخرت؟ نعم ترددت لأسباب سياسية مش مقبولة؟ كمان نعم بس هلأ مش وقت السجلات وقت نرائب جردية تنفيذ الإجراءات ونواكبها ونحترمها بس المسؤولية كمان على كل المجتمع علينا كلنا على السلطات المحلية يلي كتار مننا عم يتحرك جديا على الشركات الخاصة على الجسم الطبي على الإعلام على كل واحد وكل واحدة مننا نعم هون بتبلش المسؤولية خلينا بالبات خلينا نحترم توجيهات الدولة ومنظمة الصحة العالمية من دون أي تقصير أنا وعائلتي هاك قررنا نعمل وبتمنى عليكم كلكم تعملوا نفس الشيء قبل ما أنهي كلمتي ما في موجه تحية لكل الأبطال يلي عم بيكونوا بخطوط المواجهة الأمامية مع فيروس كورونا الفريق الطبي والتمريدة بمستشفى الرفيق الحريري الجامعي عناصر الصليب الأحمر اللبناني كل الجسم الطبي والتمريدي بلبنان وكل عناصر الجيش والقوى الأمنية والبلديات والشرطة البلدية بكل لبنان وليه أنه بحثة بتسند خابية قررت مؤسسة روني معوض إضافة لتكثيف برامجها الصحية أنه تقدم 15 مليون ليرة لفريق المتطوعين بمستشفى الرفيق الحريري الجامعي و15 مليون للصليب الأحمر اللبناني وبدي أقول لأهلي بزرارة الزاوية أنه بلشت ورحكمل اتواصل مع كل المعنيين بقضاءنا لمواجهة هالتحدي زملاء النواب والبلديات وأصحاب المستشفيات والمسؤولين الروحيين والجمعيات الأهلية وأصحاب المؤسسات الخاصة لتنسيق المبادرات وتجهيز أمكنة لاستقبال المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة وتأمين مستلزمات التعقيم والتطهير لأهلنا والوقوف إلى جانب العائلات يلي بقاءها بالبيت بشكل عبق مادة عليها رح أطرح إنشاء صندوق مركزي لهالأهداف يشارك فيه الجميع ونحنا رح نساهم بـ 70 مليون ليرة بالمرحلة الأولى خليكم بالبيت وقالله يحمل جميع شكرا